بلهفة وشغف للتميز في العلوم التي أحبوها انطلق اختبار المرحلة الثانية للأولمبيات العلمي السوري للناجحين في تخطي منافسات المرحلة الأولى المشتركة في التفكير الرياضي المنطقي تم فرز الطلاب ونخبط الطلاب اللي يمتلكوا نواة التميز هنا اليوم عم يشاركوا لكن كل طالب ضمن الاختصاص العلمي اللي هو بيرغبه واللي هو ممكن يجد تميزه في مشاركين كلهم على مدى ساعتين ونص بمستوى علمي أقوى بمحتوى علمي أعلى على مدى ساعتين ونص بنفس التوقيت بكل المحافظات كانوا عم يشاركوا عم يتنافسوا بالنهاية هو سباق جميل وممتع فيه فكر فيه استنتاج فيه تحليل فيه مهارة فيه تميز وفيه إبداع وإن شاء الله نشوف نخبة النخبة من هالطلاب اللي يتميزوا اليوم أو اللي عم يقدموا اليوم نشوفها بالمرحلة الثالثة الفرصة متاحة للجميع والاختبار هو الحكم لنشوف جيل جديد من المتميزين اللي بيرفضوا الفرق الوطنية يلي هي إن شاء الله بتابع تمثيل سوريا عالميا ألف وستمائة وأربعة من طلبات الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات يشاركون منافسات المرحلة الثانية التي ستقام اختبارتها ضمن الاختصاصات العلمية وحسب رغبات المتأهلين بكل من الرياضيات الفيزياء الكيمياء علم الأحياء والمعلوماتية الأسئلة اليوم اختصاص علم الأحياء أسئلة متوسطة يعني في منها سهلة في منها صعبة الأسئلة كانت شي جديد أول يعني عن جد أسمع أول مرة بسمع فيهم حتى أنه رغم أنه دراسة جديدة كانت علي كمان الأسئلة كانت مختلفة كثير وهي التجربة عن جد خلتني أنه حس المدرسة سهلة وحب أنه أنا أتعلم لحالي أنا شاركت بها التجربة لأنه لحالي أنه فرصة ممكن أنه تفتح منها مجالات كبيرة بالحياة وأنه تجربة حلوة وأنا يعني ما حأخسر شي إذا قدمت وحاولت ويعني إن شاء الله إذا بقدر إنجح الأسئلة كانت يعني وسطيا بس ما إلا الصعوبة ومركزة على الحساب أكتر شي مسائل كير استنتاج فيه استنتاج وفيه شغلات أنه مستوى عالي من البكالوريا مثلا أو جامعة تخصص هاي الأسئلة أجيت على الأولمبياد بسبب أنه قدر بالمستقبل اشتغل بالمجال اللي بحبه اللي هو المعلوماتية وبتمنى أنه بس أكبر قدر اشتغل دوليا وعالميا بهذا المجال المتأهلون من المرحلة الثانية سيشاركون في تصفيات نهائية للأولمبياد العلم السوري التي ستقام في دمشق أثناء العطلة الانتصافية